مباراة اليوم محتاجين ان احنا نكسب المريخ النهاردة اللي عنده اربع نقاط عشان قبل مباراة سانداونز باذن الله نروح نكسبهم هناك اللي عندهم سبع نقاط ولسه عندك الهلال موجود في المنافسة هي مجموعة قوية جدا بالمناسبة لان الناس كلها كنت بتقولي المجموعة سهلة ازاي سانداونز شفنا عامل ازاي المريخ والهلال جمدين جدا فمنافسة صعبة جدا ازاي الاهل يقدر يخرج نفسه من الموقف ده ازاي الاهل يقدر يحسم المباراة النهاردة بدري مهمة او ان انت تجيب جون بشكل مبكر يا سيدي لو موفقتش في انك تجيب جون بشكل مبكر تبقى مركز مركز جدا على مستوى الدفاع والهجومي في انك باذن الله في اي وقت مباراة خلص لان احنا عندنا الامكانيات والمقاومات اللي تساعد على كده والاسف ده اللي استندنا عليه نتيجة لنتيج رائعة حقا الفريق على مدار الفترة فاتت في مباراة فالنتيجة جات عكس ما كل الناس كانت متوقع فدرس اتعلمنا منه اكيد شفنا المباراة اللي بعديها مع فارق وعملنا مطش كبير اوي اوي اربعة واحد ونتيجة كبيرة الناس بتعلق شوية على طريقة اللاعب اصلا اربعة اتنين ثلاثة واحدة هي اللي بتفرق اصلا اربعة اتنين ثلاثة مشكلتها ايه ثلاثة اربعة اتنين ثلاثة مشكلتها ايه والله يا جماعي انا عايز اقولكم على حاجة في القصة دي وتنوع اسليم اللاعب بشكل كبير ان والله يعني دي وجهة نظري اي طريقة حيلعب بيها الاهلي باذن الله حيكسب او اي طريقة بيلعب بيها الاهلي يستطيع ان هو يلعب بيها فبالتالي يستطيع الفوز هو الفرق في ايه الفرق انك ساعت ما بتبقاش موفق وساعت بتبقى موفق الفرق ما بين مباراة سونداونز وفرق وإيه ان انت في مطش سونداونز بطريقة اربعة تلاتة تلاتة روحت لجون قدي كتير كتير بس مكنش فيه توفيق مطش فرق وروحت لجون كتير وكان فيه توفيق كبير جبت اربعة هداف وخد على كده كل المطشاط فانت عندك مدير فني بجهاز فني مميز ولعبة ممتازة جدا تقدر تنفذ كل انواع اللعب او كل اساليب اللعب اللي اختارها مسلمان فدي جزئة مهم عايز اعرض لحضراتكم الجدول للمجموعة قبل مباراة اليوم عشان نبقى عارفين كده الامور وقفة لحد فين ان شاء الله بإذن الله الامور تتغير بعد مباراة اليوم برسيد سبع نقاط المريخ برسيد اربع نقاط الاهلي نقطة والهلال نقطة الهلال لعب تلاتة والصاندونز لعب تلاتة زي ما حراتكم شايفين كده الاهلي والمريخ النهاردة هلعبوا المباراة تلتة ليه مهم وبركة معجلة بسبب مشاركة الاهلي في كاس العالم للاندية كمان مسلماني كان ليه بعض التصرحات في المؤتمر الصحفي وهي تصرحات مهمة سواء لي او ليه كابتن الفريق محمد للشناوي تعالوا نشوف التصرحات دي ونبدأ مرة تانية